لا تخافوش الوضع ريلاكس الوضع ريلاكس خلاص هادري اني صح بعد الفيديو هيد ان شاء الله ذهبت البارت ثريم تحكيت رضوين الفائد خاطروا الحقيقة فيديو طويل على الاخر وين خشمي من الاخر مسكر شوية وباش ما نكوني جغبت عليكم برشا وديجا بالنسبة لي انا سبع يمي غير فيديو معناها حاجة خايبة برشا قلت خليني نعملكم الفيديو هيدا اللي نرمال ماهوش طويل برشا دونك خلينا نحكيه على سيويل سميث العنيف بعض التفاصيل اللي محكيه فيهم حتى احد في السوشال ميديا ويمكن انتو مزا دا ما تعرفوهمش وشنه يصار بالضبط قبلهم بعض الصفعة هذيك وفي الاصل الفيديو يدير وكيم بش يكون قسير علخ والسبب هذيك كنتي اما بش نهبطو على انستجرام كاريل والتيكتوكا على تيكتوك اللي ما نستعملوش جملة واحدة لكن وين قاعد نعم في اليوري شيرش متاعي اكتشفت بلي الحكيه طلعت اعمق من مجرد كف وبعض الفيديو حيث ان شاء الله بش توليوا في الحكيه هذي الكل من وجهة نظر اخرى وبش تتمكنوا من انكم تفهموا الميمز الكل اللي منتشرين في انحاء السوشال ميديا كل عادة ما تنسيوش بتخليوا لايك سبسكرايب فولومي على انستجرام وخلينا نتلقوه في الحكيه متينة متاع اليوم الابطال متى حكيتنا متاع اليوم هما اربعة ومش تلاثة كما بش يخطر في مخاخكم صاحب العاملة السيد اللي صارت عليها العاملة وامل عميل بحد ذاته على خاطر بتكتشفوا اللي هي عندها ايد كبيرة معنى عندها سجل خيب معنى ماضي ايليم برش اول بطلة معنا اليوم هو الغنية عن تعريف ممثل قدير ونورما مونيس الكوركم تعرفوه سي كريس روك ممثل وكوميدي معروف وفي ليلة الحاذة كان المقدم متاع مراسم الأوسكار جيدة بينكيت سميث مرت الغنية عن تعريف سي ويل سميث واللي حتى هي زيدة بنت الدومان مغنية مونجا وكما رجلها بالضبط ممثلة زيدة ونختموها بالشخصية الرابعة متى حكايتنا بتاع اليوم واللي هو السي اوغست ألسينا مغني ورابير امريكاني ما كانش موجود في حافل مراسم الأوسكار لكن وجوده في حياة الأينيسة جيدة بينكت مرت سي ويل سميث ما كانت حاجة بها بالنسبة له جملة واحدة قبل ما نمشيوا للصفعة خلينا نرجع بالوقت لعام 2020 واللي صاروا فيه بارشة حاجات خيبين سي ويل سميث واحدة منهم كان الكونفرساسيون والحوار اللي صار مابينته هو ومرته في التولك شو متاحها ريت تيبل شو كونسيبت سهل على الأخر تلم جيدة فيه ثلاثة أجيل في طاولة حمراء هي وامها وبنتها كل واحد منهم بيانسور من جيل مختلف كل مرة يحكيوا في موضوع معين كل مرة يجيبوا ويبقوا يتحدثوا مبعضهم لكن في واحدة من أشهر حلقات في تاريخ تولك شو هذاكا مكنوش في الطاولة موجودين ثلاثة أجيل بل كان فيما جيل واحد كل شيء بريفير وكارهم حلوا مشاكلهم بعيد على الأضواء والشهرة وبعيد على الطاولة الحمرة الملعونة المتعوصل خاطر هذه كسبب مشاكل الكل على خاطر بعض الشيء اللي صار غادي حيات ويل سميث بدلت كومبليت موح حتى من نظرة لعبية ويل سميث بدلت حتى هي كومبليت موح حتى انتم متأكد بني انتم وعاش تراوها كيما قاعدين تراو فيه طاولة بعد ما تسمعوا الشيء اللي بس نحكيه لكم تقرس ويدها تحتها ما تشوفوها شكاكة معناها تظهر معناها في المتنيا عويق لو لا 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 تقرس ويدها تحتها نفسر لكم حزيزي تتفهموا كل شيء طفولة ويل ما كانتش طفولة به يا برشا ما كانتش علاقة أمه ابوه طيبة برشا وحبس ويل سميثكي يكبر يعمل عكس شيء اللي كان يعمل في ابوه مع أمه ويعيش هو مرته المستقبلية سعادة من غير العنف لدراما ولمشاكل عكس اللي كان يعمل في ابوه بالضبط قابلوا جيدة ويل في طريقهم إلى الشهرة كانوا زوز طلعين على السلم النوجو مية زوز كانوا عندهم بريسك نفس الفيزيون ونفس الغيام وحطوا ليد في ليد بشوصلوا اللي يحبوا عليهم متى طولت علاقتهم بالقديم إلى أن كتب المكتوب وعرسه كانوا عايشين مع بعضهم حياة حلوة على الاخر وكانتش تعجب ويل سميث برشا واللي هي علاقة جيدة سميث وأسطورة الراب توباك وصديق طفولتها علاقة جيدة و توباك فاتت الصديقة ببارشة مراحل ما كانت بابنتهم معلقة حب لكن كنت راكبه وخو وصاحبه كل شي كل شي في حياته حياته كل مربوطه بتوباك كان توباك يرقت حزين حتى هي ترقت حزين كان توباك يبدأ فرحان هي بيده تبدأ فرحان جيدة كانت تموت وتحية في توباك وفي نفس الوقت ذلك كانت في رولاسيون مع ويل سميث اللي كان في باله بعلاقتها مع توباك لكن بمسور ما كان ينجم يعمل حتى شي على خاطر المرأة بتوباك تموت وتحية فيه بمسور ما نجم يقول لها يا انا يا هو معنى تختار يا اما تعيش معايا يا انا ولا تعيش معاها خاطر عادي على الاخر تقول له معنى سامحني بمسور توباك خير معنى خاطر هي كانت راكبه إنسان برفي على الاخر جيدة وتوباكين وبالرسمي مش نرمال صحاب على الاخر وان بلوي صحابه الصغرى دونك الحاجة الوحيدة اللي نجم يعملها ويل سميث هو انه يقعد يذكر في روحه باللي هما صحاب أكاهاو أكاهاو مبنيتهم حتى شيء على خاطر في الحقيقة كانوا صحابك هاو اما كومهم صاحبي معنى تصور انتي ترى مرتك هكا معا توباك برج ولا يتمس من داخل برج ولا يتجس وهذاك اللي صار بالضبط قال سي ويل سميث في واحد من لذان تريفيو متاعه باللي هو في الحقيقة ومبنيتنا كان يغير من توباك وكان يحس ببرشة نقص قدامه على خاطر مرته كان ترافي توباك إنسان وارفيع معنى ترافي إنسان مثال ولسببها ذيكا كان يغير منه على الأخر على الأخر بينسير برجة ألم بشي حسو ويل سميث من داخل لكن أمبوسيبل يخلط الألم اللي عاشته جيدة سميث كي سمعت بخبار وفاة الأسطورة توباك تعديت جيدة في الوقت ذيكا ببريود خايبة على الأخر على الأخر لكنها اختارت إنها تتألم في صمت ومع مرور الوقت مد ما كان جو ويل سميث إنه يعرف بلي هي من داخل من داخل متحطمة على الأخر على خاطر تعديت بريود طويلة وقال أكيد راي راجعت سافاك وانسيتوا باك وجوها به أبريتوا هذه الحياة وإنه اللي هي وإنه إليه يراجعونه على غالب معنى يقضى وقدرش بش نعمل يسيح اللي هو أسطورة بارفية لكن فكلنا بش نموتوا في اللخر معنى كانت المرامة حتمة من داخل لكنها تمارس في حيطها طبيعية بشكل عادي على اللخر ما كان يشتظارة باللي هي مزلت مدبرمة من داخل تمنيت جيدة وإنه رجلها يحس بيها ويفهم بللي شيء اللي قاعدت عيش فيه عاجة مايش سهلة جملة واحدة واللي على عكس ما كان هو يتصور الشهرة والفلوس والنجاح اللي كانوا عايشينه في البرودة ذيكا ماينجمش يعاوذ بريزونس إنسان مهم على خير في حياتها كيمة بريزونس توباك شاكور الله يرحمه ينام قال ويل في الوقت هذكا بللي هو ما كانش في بيرو بللي جيدة في الوقت هذكا مازالت محطمة ومازالت تعيسة وحزين على توباك على خطر السيد عنده برشة ملي توفى وهو ما سألو لهم برشة حاجات مبعد في حياتهم محليها لذا سيويل سميث قال بلي اكيد رين مش نسيت مأصبح مش نسيتها مالله غالب توفى شبس هانا نعيشه كهو معنى لايف جوز اون لكن الحياة الظهر لي ما قويتش اون ولا غالب جيدة قاعدة حزينة قاعدة جيدة حزينة على الاخر على الاخر من داخل ومن البرة ظهرها مرأة حديدة قوية فرحانة عايشة نجاح مهني كبير على الاخر وكان ربي داري بشاي اللي قاعدة تعيش فيه وهذا كان عليش علاقتها بسيويل سميث زادت دخلت في حيات على خطر ما كانش متمكن من انه يعرف واللي هي قاعدة متقلمة وهو عليش معرفش على خطر هي ما قتلوش معنى هي سيويل سميث لهنين سمحني معنى هي انتيرة وعندك الحق اخوية معنى كانت تتفرج كيفش بش تعرف ما هي لازم تقولك نيب شو دخل فاستها معنى بش يعرفه وين اختي جيدة معنى سمحني اخت كيفية اخت يمكن الحدث القادة اللي خلى علاقتهم الكل تتح في الماء هي الحفلة اللي عمل ويل سميث لمرتو في عيد ميلادها واللي كانت حفلة بالرسمي كبيرة على الاخر شطحوا الناس الكل وفرحوا وعملوا جو لكن في اخر الحفلة وقت اللي الناس الكل روحوا لديارهم امشيت جيدة الويل سميث وقتلوا رأي الحفلة ذيك اللي انت عملها رأي مهيش ليا انا سيدتك جوش تحبي تتوري للناس باللي انت انسان ناجح واللي انت انسان عندك برشة فلوس واللي نحن عائلة مش نرمال عنا برشة فلوس نعرف برشة بيت مشهورين وجونا احلى جو كانت في الوقت ذاك طالبة كان انسان يفهمها ويحسبها وكانت في اخدقية الفلوس والحياة وشهرة والناجح وقتا وين علاقتهم سيئة اوفيسيال مو دخلت في حيث ويش باش يفض محبوش في الوقت ذاك يخرجوا الاخبار هذا ام بيبلي لكنهم قرروا انهم ينفصلوا في صمت كل واحد يمشي على روحه كل واحد يفض مشاكله مع روحه من شيرته وانبعد كان الاوضاع تحسنت يرجعوا يعيشوا مع بعضهم وكعينوا ومصار حتى شيء عبارة بوز صغرونة ويا ناس مكان بيس لكن ابراموك البوز الصغرونة ذيكا كانت غلطة كبيرة على الأخر من جهة ويل سميث على خاطر في الاصل جيدة ما كنتش ماخدى بوز بل عملت شانجمان جوور الاخت ولت انترونور متعفود حطت ويل سميث في البنك وخرجت سي اوغسط السيناي برتع في الملعب في بريود البوزة ذيكا تعرفت جيدة على اوغسط واللي هو مغني امريكاني معروف وحتى هو كان متعدي بريود خايبة شوية من الاول علاقتهم كان سامبل على الاخر حبت جيدة تعاونوا في البرود اللي كان متعدي بها خايبة وانا ما منبري هذا نقول لأأختي تتلهي في مشاكل واختي تحلي في مشاكل تتحل في مشاكل العبيد ما وحل مشاكلك بعد حل مشاكل العبيد بشتولي جعفر القاسمي معنا لكن بشوية بشوية اتطورت علاقتهم ومن اللي كانوا زوزوا مدمرين ومجروحين ويعاونوا في بعضهم ولت ما بيناتهم برشة احسيس وحب وغرام على الرغم في متني من الفرق السن اللي ما بيناتهم وسي ويل سميث في كل وقت اذا كوين كان بسايد كان يعيش في سوكسي رهيب على الاخر وكان عامل برشة حاجات اول مرة يعملهم في حياته على الصعيد المهني كان نجح نجاح مش نرمال لكنه كيرا وحل الدار ويخامهم في حياته شخصية كان يحس باللي هو انسان فيشل على الاخر على الاخر وشلوا انه يدخل البهجة والسعادة في حيات مرتوت جيدة لكن اوغست عرف كيفاش يتصرف معاها ودخلوا في علاقة سرية بسرقة على ويل وبسرقة على عالم الكل اللي كان ماش في بيلهم باللي هو مسحاب اكهو سامحوني بكري قصيت عليكم على الشو متاعد جيدة واللي هو The Red Table Show قدمتلكم التالك شو متاحة لكن ما قلتلكم شنية صار فيه ولا خليني نقول شنية اللي ما حقوش يصير فيه الشي اللي صار برجولي نرمو ما ما يصيرش الحكاية هذي الكل اللي كنتوا تسمعوا فيها جبدت في واحدة من الحلقات متاع The Red Table Show الجيدة حطت قدمها رجل هاويل راسها راس في الطاولة هذيكا وقعدوا يحكيوا عالي صار الكل والاخت قادة تحكيلو على اغلاطو شنية اللي يعملهولها وشنية خليها تعمل ومن الاخر وعال الاخر وفي الليل المخر قالت له انتي رك عملت هكا يا اخي انا اخنتك وانتي مفي بالك بحتى شر اما هانا تور جعنا وجونا به معناها لا 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 جونا به لا جونا به ثلاثين دقيقة كاملين وهي تحكيلو كيفاش خاندتو وشنيه هو عمل مشاكل بعد في غيقة واحدة قتله لا 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 جونا به لا لا جونا احلى جو يا بروي انتي بيت تحكي فارغة صارت يعلى عام ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عاد يصير معناه اكيد ويل سميث ما عجبتوش الفازة تصور انتي واحد يقعد قدامك ويقعد يحكيلي كيفاش خاندتو بالضبط هو كنت اسمعوا صوت متع شو وكهو كنت تحسوا بلي ويل سميث ما كان بتقلق برشا من شيء اللي قاعد يسمع فيه لكن التعابير متعوجه كان يقول وعكس شاية ذاكة بالضبط وكان ظاهر باللي هو يمثل ويفتعل فك الضحكة ذوكم والجو اللي كان يعمل فيه وكان ظاهر باللي من داخل من داخل يحزينه يتقلم على الأخر ومن وقته خرجوا أسرار الدولة اللي ما بنيتهم خرجوا الأسرار اللي مخبينهم من كل العامة الشعب واللي هي حاجة ببرج ولاية ما كان هيش صارت على خاطر مهما يصيروا مهما يكونوا زوز مشهير توقعد هذيك حياتهم الخاصة الفازة ذيك خالت برشا عبيدي راويل سميث كإنسان خائب كيفاش خوية متحسش بمرتك معنى لازمك حتى هي متقولك لازمك تحس به عبيد أخرين قالوا ليه مرته هي الخائبة ومرته هي الخائن وعبيد أخرين سيبوا الحكاية هذي الكل وقعدوا يعملوا في الميمز على الكابتور الأسطورية هذي وما صحيح فيما برشا ميمز عليها يضحكوا لكن حاجة خايبة على الأخر انك تاخو أحاسي سمتع إنسان مجروح ومتبلب إنسان مجروح معناه مسكين إنسان عزين وتستعملها في حاجة تضحك وضحك عليها الناس كيف كيف زاد حاجة خايبة على الأخر على الأخر انك تحكي على إنسان مريض وقالا تستغل المرض متاعه وتفركهم على الإنسان ذاك المريض وهذاك اللي صار بالضبط يحفل توزيع الجوائز الأسكار على خاطر خليني نقول لكم منتوى بيلي جيدة بينكيت سميث مارت سيويل سميث ما كانتش هي اللي اختارت بالشعرها يكون هكاكة لكم تاحا ما كانتش هي المسؤول عليه بل سبحان الله ابتلاء من عند ربي الأخت جيدة مريضة بمرض اسمه الألبيشا ما نعرفش اسمه بالانجليتن نعطيكم جوجل ترديوكسيون الألبيشا المرض هذا يخلي الإنسان يفقد بعض الشعر من راسه ولسبب ذلك قررتها أنها تنحيي الكل بعد ما ديجاب تيتيح وحده وبعد ما عبدت الحكاية الكل على انستغرام تيح فهمنا طوى عليش جيدة ما عنديش شعر لكن خلينا نعاد ونركزوا مع الحادثة باش نزيد نفسر لكم أكثر تفاصيل كما قلنا مقدم سريموني كوميدي واختاروه بينسوي الكوميدي بالعاني باش يسايب ضماره على ستيج ويضحك العباد الحاضرين ويعملوا شو للعباد اللي يتفرجوا في الدار الناس الكل كانوا عارفين بالشي هذا ولهو ستعندوا الحق أن يفدلك مع الحضور مهما تكون شهرتهم وإلا ما كنتهم في المجتمع أبريتول كلهم مشهير في بعض لكن سيكري سروا كبراموت حلفت فدليك وتخلي عفز في الطبع على خاطر تلفت المرد سيويل سميث جيدة سميث واللي كيمة قتلكم مريضة والمرضة متاحة خالها يتخسر شعارها الكل تلفتلها وشبهها بجي اي جين واللي هي برسوناج في فيلم محجم شعرها زيرو كيمة جيدة بالضبط لكن بينشور يقعد ذلك فيلم وتمثيله برسوناج وأصلا البرسوناج متاع الفيلم هي اللي اختارت انها تحجم وقتلي الأخذ جيدة المسكينة مريضة ومش هي اختارت انها تكون هكاكة معناها عبارة ويحي تونس يمشي المرأة مريضة بنفس المرضة ذلك هي ورجلها قال لرجلها أن نستك بجعفر القيسمي وقال لصدق الحلويس بسكو زوز معدوم شعر أكيد رجلها بشي تغشش وبالرسمي فازة مجيش جملة واحدة وهذاك عليش سي ويل سميث مسكتش وقف من الكورسي متاعه توجه السيكري سروك من غير دعوة حتى حد ما يطلو على ستيج السيكري سروك مكن عنده حتى فكرة شنية اللي بشي صير الفازة هذيك مكنتش عنده بقيدة في الكنديكتور واتلقى صفعة من عند سي ويل سميث مستحيل كان ينسيها في حياته الكل كان نرجع شوية ثاويني قبل الصفعة هذيك حتى نتمكن من أن نرى بللي سي ويل سميث من الأول قبل الجو كما هي وضحك عليها وكانت ريكسي عادية على الأخر وبرشا برشا برشا بيت قالوا بللي هو عمل ريكسيون هذه تحت ضغط معناها من الأول ضحك عادي شايف كالجوك عادية لكن بعد ذلك مرته عملت له مكشراج القتل مرته يحس بللي هو لازم يقف ولازم يدفع على شرفه يخيم شي يعطاه كف ورجع لبلاس كما نجم يكون سبحان الله ضحك بعد قلق عم ماهو جيعي جين يخيم بعض المباشر فيق على وضعه احتمل الكتاب بللي سيكريس دي باسا أليميت ما لنسموش دي باساها وعمل شخصي بتاعه هذيك يعني kalauو اخوه جئت لفازة بالرطاق نحنا بنسير في الحفلة هذي الكلمات الأوسكار قاعدين يتفرجوا على أكبر فضلك عليكم ما قادين يتفرجوا يتفرجوا رأس الأخير أنا ما سمعنيش بيه جملة واحدة حسنا الناس الكل كلهم يتفرجون في بارشة مشاهير بارشة ممثلين اللي دجارينيهم في بارشة بارشة أدوار وتلمو تفرجنا عليهم هم يمثلون ما نعرفهم في الدنيا كيفية معناه ما نجموش فرق ما بين التمثيل والحقيقة وتلموه جموع عظم الكل يبدعوا في التمثيل متاحهم بارش عبيت شاكوه في فازة اللي صارت و ما نجموش يفرقوا اسكل الحكاية هذيك صارت بالرسمي ولا الحكاية هذي كتمثيل لكن بعد التضحب اللي صار مهوش سكريبتد اللي صار بالرسمي صار بالحق و سكريبتدك HD طلع إنسان عنيف و ما يفد لكش و سكريبتك Fan طلع إنسان في بعض الأحيان ما يرجي لي الميتم تاعو ما وقفتش الحكاية هذي بعد الكاف بل حتى بعد مرجعpreneز على مورد و قاله ما عادش تجبدلي مرة أخرى تكتبه كلم م grands عوية شرودان يا ربي اهديك يا ويل سميت اكش متروب يتلع وعنيك ربي اهديك وهذا الكل وسط الظهول والغرابة متاع المتفرجين الكل واللي كانوا مش مصدقين الشي اللي كان قاعد يصير ومش مصدقين الشي اللي قاعدين يسمعوا فيه كانوا يستنيوا فراء وفكوكا بشي يخرج من تالي من وراء السيطار بيش يقولوا لهم مرحبا بيكم في الوطنية ومرحبا بيكم في الكاميرا الخافية اللي بشتعدها في رمضان 2022 لكن هذا الكل ما كانش كاميرا كاشير والحاجة المزينة اللي صارت مبعد باللي ويل سميت ما خرجش بيديه على راسه وما خرجش بميم جديدة اكاهاو بل لأول مرة في التاريخ ويل سميت رباح الاوسكار واجهشه بالبوكاء على عطبة المسرح وادخلته عليه احاسيس الالم اللي عاشه مع مرته واحاسيس السعادة والفخر بالاوسكار سويع بعد ما وفيل اوسكار دار خبار الكف في انحاء العالم الكل بينسور الناس الكل سمعوا بيه وبرشة ميمس عملت وبرشة عبيت بداوي يحلوا في شيء اللي صار كيفية نتوا بالضبط وبعد بشوية سويع بينشور بداوي الاعتذارات وكان اول اعتذار من عند ويل سميت اللي قال باللي هو كونتر العنف جملة واحدة قال مكرنيش عملت حكاكا ولكن لكن لكن يا سي كريس رك برجه ليه زلط كل شيء الا مرته اسر 2 وانها مريضة وما يجيش نضحكوا على المرض عاما ميسيل شبكة نطلب منك سماح قدام الناس الكل عاما برجه ليه زلط فيه وكي ما قلوها رب عذرين اقبحوا من ذم من عرش كان الميسيل هذي يمشي مع الحكاية هذي يام الميسيل هذي يجيت قدوي يلبس لكن كيراو حلقه مفاجأة كبيرة على الاخر على خاطر سيد مبيعات شوز متاعه طاروا الاسم بعد الفازة هذيك وبرامون كانت الحكاية صالحه واشطار الشعب طلع يحب تفادليك الماصط واللي ما يجيش واللي ماوش انسان يجملع واحدة كيف مرة اخرى موفيتش لهنا على خاطر فما يكون اعرض على ويل 15 مليون دولار وعلى كريس كيف كيف حتى هو 15 مليون دولار بيش يلعبوا طرح بوكس ويفضوها في الرينج اوفر كبيرة برشة لكن بيسير زوز مهمش بشي قبل كيكا تولي لعب ذري عاد كيكا تولي ماجيش ماجيش على خاطر الحكاية بيسير مش بش تطول وانا متأكد باللي ليميت جاي بش نروا تصور فيهم جيدة سي ويل سميث وكريس روك متصورين كل ما بعضهم ويضحك وفرح عنين والقلوب صافية ويناس مكان بيس لكن الحاجة الوحيدة بيسير لي بش تتواصل هي الميم الشهيرة اللي خرجت سفعة ويل سميث العنيف المفدلك المتفدلك الغير انساني خطر ويضحك على مناظ المرأة هذه كانت حكايتنا متاع اليوم كنت كنت نعمل جزء نحكي على البرتين متاع الكف لكن طلعت الحكاية كبيرة برش قلت خلينا نحكيها لكم كل عادة ما تساويش بش تخليوا لايك وسبسكرايب اشتركوا في القناة